موسيقى حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل وأيضا بفقرة الأشغال اليدوي اللي استمتعنا فيها معاشا وكانت أشياء جدا جميلة طبعا أما الآن تشهد دمارة الشارقة تطورا معماريا وحضاريا من خلال مشاريعها المميزة وأيضا المختلفة التي تطلقها بتسهيل وتوفير الحياة الكريمة لسكانها وأيضا منها مشروع الممشى الذي أعلنت عنه مجموعة ألف في إمارة الشارقة ويسعدنا اليوم أن يكون معانا الأستاذ عيسى عطايا مدير عام مجموعة ألف وحياك الله وصبح كلا برخير شكرا لأستضافتنا صبح كلا برخير أستاذ عيسى طبعا حابين نتعرف عن فكرة هذا المشروع اللي دائما أكيد بيخدم مدينة أو إمارة الشارقة والمدن التامع لها هذا المشروع شو فكرته؟ مشروع مثل اسمه بقول ممشى هو مشروع متعدد الاستخدامات سكني تجاري محلية تجزئة زائد فنادق المشروع بالقرب من المدينة الجمعية بيمتدع مساحة 3 مليون قدم مربع حلو بيتألف من 3 مناطق نحن اليوم بصدد بناء المنطقة الأولى منه اللي بتبلغ مساحتها 1.4 مليون قدم مربع أهم ما يميز هذا المشروع وحقيقة هو فريد من نوعه لسبب أنه هو خالي من أي مركبة وبالتالي لن أعزز وهذا بيعطي دفنة اللي بيعزز الحياة صحية واسلوب حياة عصري ومراعاة البيئة وأعلى معايير الاستدامة العالمية وبالتالي زائد أنه المشروع يعني مثل ما وردنا ساد عيسي أن المشروع رح يكون كل منطقة من المشروع مختلفة عن الأخرى صح مزبوط كيف هذا المعيار رح يتم بالضبط المنطقة الأولى اللي نحن بصدد هي المنطقة الوسطى مثل ما قلت لأنه تقريبا مساحتها 1.4 مليون قدم مربع هي المنطقة التي ستكون أكثر هي سكنة المنطقة التي ستكون فيها طابق صفلي ومواقف سيارات والطوابق الأرضية ستكون فيها محلات تجارية وتجزئة وتسعة المجموعة لتجيب علامات تجارية عالمية للإمارة والطوابق الفوقية التي ستكون من الأول لتجيب بلاس فايف ستكون سكنة نعم يعني بنايات هي نعم وكيف ممكن لهذا المجموعة أو هذه المنطقة السكنية نقدر نقول تلبي جميع احتياجات الفئات العمرية مزبوط نحن عندنا بالحقيقة نحن نستهدف فئتين من الناس في عندنا والتصميم المشروع نعمل على هذا الأساس أول فئة هي الفئة الناس اللي أو الفئة اللي تحب تسكن تشتري عقار وتسكن بالمشروع هذه الفئة طبعا نعملها مباني خاصة فيها تسهيلات كبيرة فيها مسابح فيها صلاة رياضية فيها أماكن مخصصة للأطفال وهذا كله ببيئة آمنة خالية من أي مراكب سيارات المواكف كلها بتكون بالطوابق الصفلية والناس بتستعمل المصاعد أو السلالة من الكهربائية لتطلع الضغري من الموقف من الطابق الصفلي للبيت وفيه فئة تانية اللي هي تستهدف المستثمرين وطبعا العائد بهك وحدات سكنية عم بيكون مش أقل من 9% طيب إذا أنا كزائر مثلا حابني أروح لمثل هذه المحلات التجارية أستاذ عيسى كيف ممكنني أنا أروح؟ يعني فهمنا أن مثلا السكان الباركنات بتكون تحت البنايات أما الزائرين أو السياح نفس الفكرة علما أن المواكف الزوار تماما منفصلة عن مواكف السكان وهذا نعطي خصوصية السكان ما كنا حابين نخلط بين السكان والزائر لأنه بيصير السكان تتشكى على ممكن لما يكون في ضغط من الزائرين وبالتالي كان فيه فاصل فمداخل المواكف السفلية للسكان تماما مختلفة عن المواكف الزوار نفسي شيء الفكرة هي أنه الطابق الصفلي محاط بشوارع رئيسية وبالتالي مباشرة من الشارع الرئيسي على الطابق الصفلي مصعد كهربائية ويكون على المحلة التجارية طيب سيد عيسي يعني بحديثنا عن المركبات وعن المواقف يعني أيضا ضمن المعايير اللي قرأناها في هذا المشروع أن المكان رح يكون خالي من المركبات كيف ذلك؟ حقيقة هذه رؤية الشيخ خالد بن سلطان القاسمي أنه عطول نقدم مشاريع فيها أرقى عناصر أسلوب حياة عصرية وفيها معايير استدامة عالمية وهذا شيء من طبقه بكل نواحي المشروع من التصميم للأهم يميز المشروع وخصوصا هذا المشروع المسطحات المائية اللي عملت والمساحات الخضرة زائد تصميم المباني يعزز حركة الطائرات الهوائية بالمشروع وبالتالي لا يخفف من حرارة الجو بعد وبالتالي المعايير المتبعة من التصميم للتنفيذ لمواد البناء لمواد التهوئة كلها بأعلى المعايير العالمية والمسطحات ذكرت المسطحات المائية أستاذ عيسى هذه المسطحات المائية بتكون أو الماء اللي موجود فيها متجدد أم مثل البحيرات اللي موجودة عندنا لا بدأت تكون متجددي نعم يعني ما رح تكون مغلقة لا لا حتكون متجددي يعني متجددي من السكن من السكن نعم نعم جميل يعني هي رح تكون متجددة بطريقة معينات بطريقة معينات بطريقة معينات نعم ولكن ما يميز هذا المشروع وأيضا كيف هي الطريقة اللي رح تعطى للسكن اللي تسجيحهم أيضا على أخذ في مثل هذه الأماكن حقيقة المشروع أهم فيه أنه هو مشروع فكرته جديدة لأنه فيه أسلوب حياة جديد فيه بيئة آمنة جدا للأطفال فيه أماكن مخصصة للأطفال فيه أماكن عامة خضرة فيه مواقف سيارات بالطابق السفلية كلها مغطات فيه من التصميم للتنفيذ فيه عطول عناية بكل تفصيل بيساعد على تخفيف حرارة الجو وبالتالي على تعزيز التفاعل بالمناطق الأرضية وهذا كله محافظين بشكل كبير على خصوصية السكان وبدون ما نخلط بين الشخص الساكن والزائر صالات رياضية أكيد صالات رياضية موجودة فيه مسابح موجودة بالديفلوبمنت فيه زائد هذا الشي عندنا فعاليتين فعالية تستهدف منطقة للفعاليات الرياضية ومنطقة تانية للفعاليات الأطفال فبالتالي حاولنا نغطي جميع شرائح جميع شرائح المجتمع لأنه كمان إذا نتطلع بالأسعار اللي نقدمها اليوم أسعار بمتناول جميع بتسهيلات دفع 30.70 كمان بمتناول سنتحدث عن الأسعار الأشخاص اللي حابين أنهم يأخذون شخق من هذه البنايات كيف تكون والدفعات الأسعار بتبدأ من 293.000 درهم والدفعات بتكون 30 خلال الإنجاز و70% خلال الإنجاز و70% خلال التسليم وحتى 30% مقصطة خلال فترة البناء فبالتالي المشروع حاولنا نعمل بيئة سليمة وآمنة وصحية وعصرية بس حاولنا نحطها بمتناول أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ممتاز طيب أيضا أستاذ عيسى نقطة جدا مهمة بعض الأشخاص لربما إذا حاب يمتلك مكان للسكن للراحة النفسية لمكان هادئ لربما يصمم أو حاب أن يصمم هذا البيت بطريقته الخاصة ببعض اللمسات البسيطة اللي حاب يغيرها في هذا المكان هل تأخذون هذا الشي بعين الاعتبار يتم تغيير بعض التصاميم على حسب الزبون مالك الشقة يعني صحيح هذا الموضوع عم يدرس هلأ وممكن هالشي يتأخذ نحن بفلسفة كمان الشركة ورؤية الشيخ خالد تصاميمنا منيمال يعني تصاميمنا بسيطة كلاسيك فبالتالي فينا ناخد طلبات مثل هاي يدرس هذا الموضوع وخصوصا بالوحدات اللي هي الأكبر يعني بالوحدات اللي هي ثري بادروم والوحدات التو بادروم والدوبلكس لأنه كمان عنا دوبلكس فبالتالي أعتقد هونيكي طبعا هاي الطلبات التدرس طيب شوي المشاريع الجديدة المتعلقة بمشروب ممشى أيضا حقيقة نحن اليوم بصدد بالمنطقة الثانية لأنه هيدا كله بعنا بالمنطقة الأولى بالمنطقة الثانية نحن اليوم عم نفاود شركة فنادق عالمية أنا يكون معك فندق مثلا نحط فندقان بهذه المنطقة حلو لأنه منطقة المويلح بالشارقة طبعا فيها المدينة الجامعية وفيها عليها طلب كبير وزوار كتير فبالتالي نحن بصدد تفاوض مع شركة عالمية للفنادق وكمان في شي عم بلشنا نشترع عليه للمنطقة الثالثة له علاقة بمركز صحي متخصص كمان طبعا الفنادق وهيك مراكز صحي بدي يكون عندها تصميم خاص فيها حتى يسهل الدخول والخروج فبالتالي من هلأ بلاش التفكير بهذه التفاصيل طيب أستاذ عيس أيضا الإقبال على هذا المشروع مقبل المستثمرين كيف هو الإقبال؟ نحن فتحنا المبيعات بخمس سبتمبر والإقبال كان ممتاز يعني لحد هلأ بحدود 398 وحدة سكنية وهذا يعني الإقبال ممتاز حقيقة رغم كل اللي نسمع عن داون تيرن بالسوق أنا أعتقد أن السوق متوازن بالشرجة ومتماسك عطول صحيح وأثبت بخلال الأزمة العالمية فبالتالي يوجد إقبال ممتاز حقيقة نعم وكل أمور تمام نعم في الأخير يعطيكم العافية وشكرا على هذه الجهود شكرا على هذه اللمسات الجميلة في هذا الممشى الأستاذ عيسي عطايا المدير العام لمجموعة ألف كل الشكر على تواجدك اليوميانا ببرنامج صباح شرقية شكرا لك شكرا لك شكرا لك ما قصر والحين مشاهدينا نروح لنشوف كيف كانت استعدادات حضانة نغم للعام الدراسي الجديد ما خلال التقرير التالي خلونا تابع تستعد حضانة نغم الأجيال في مدينة كلبا مع بداية كل عام دراسي جديد لاستقبال الأطفال بأبهى صورة وحلة وذلك لرسم طباع جميل يرسخ في ذاكرتهم دائما ويشجعهم على حب الدراسة والمثابرة كان استقبال أطفالنا مبارح واليوم صراحة بأجواء من المرح والفعاليات الممتعة للجميع كنا متوقعين أن بعض الأطفال يكونوا يصيحوا أو متخوفين لأول يوم يفوتوا المكان أو للوجوه اللي شايفينا لأول مرة ولكن الحمد لله رب العالمين استطاعنا نكون الأم البديل لأي طفل شرفنا بحضوره لحضانة نغام أمس واليوم تضم الحضانة مجموعة جديدة من الأطفال في بداية كل عام وذلك قد يسبب شعور الخوف لمعظم الأطفال بسبب عدم تعودهم على الأجواء الاجتماعية الجديدة فتسعى الحضانة إلى رسم جدول منسق من قبل الإداريين مليء بالفعاليات والأنشطة الترفيهية بالتعاون مع شركات ومؤسسات خاصة تحتوي الفعاليات المنظمة على استقبال الأطفال بعدة أنشطة منها الرسم على الوجوه وتوزيع البالونات والمسابقات الرياضية وغيرها تعد الحضانة هي المؤسسة الاجتماعية المخصصة لرعاية الأطفال ويقضي الطفل فيها عدة ساعات خلال النهار وتسهم في تنمية القدرات العقلية والنفسية وتكون العلاقات الاجتماعية مع الأطفال الآخرين في الحضانة عام دراسي ديد ووفق لنقدر نقول الطلب الصغار موجود في الحضانة أكيد كانت لحظات حلوة ومرة أيضا من ناحية صياح الأطفال وأكيد بسمتهم مثل ما لاحظنا في التقرير فيعطيهم العافية حضانة نغم على هذه الجهود وعلى استقبالهم للأطفال بمثل هذه الروح المريحة أكيد وأيضا عام دراسي جديد متفائلين إن شاء الله فيه وأول مرة أسمع أم تقول الصياح الأطفال لحظة جميلة تعرف أن على أساس أن اليوم حضانة ولدي أصلا بس اليوم ما وديتها ولا باتر بودي لأن كل الصياح هيا الله فأخي إذا وديتها يصيح فعشانتي يعني من الأسبوع الياي إن شاء الله إن شاء الله أتمنى لهم كل توفيق وأيضا لكل مشاهدينا وأيضا أتمنى لأبنائكم أنهم يستمتعون هذه الأطفال الليمثلون البراءة الجميلة والعفوية أمل أن نطلع معاكم لفاصل قصير أكبر أجعني تواصل معاكم في جولتنا الصباحية أتمنى لفاصل معاكم ترجمة نانسي قنقر